اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من المتطوعين المعهد يتوفر على شبكة من المتطوعين اللي غادي يشتغلوه في هذه المعهد من أجل تقديم الخدمات الاجتماعية كل ما حسب الحالات هذه لأول مرة سيتم إطلاق مركز استماع والتوجيه داخل المعهد الوطني العمل الاجتماعي وهذا نظرا الإشكاليات الموجودة اليوم في مجموعة من المؤسسة التعليمية واللي كتبياً الحاجة إلى توفير خدمة الاستماع والتوجيه والوساطة يعني من أجل أن أولاً نحارب الهدر المدراسي في صفوف الفتيات وكذلك أن نساهم في تشجيع الفتيات والشباب كذلك أنهم يتجاوزوا العراقي اللي يمكن توجههم لهذا فاليوم يتأكد هذا النوع من المراكز هذا من جهة مسألة الثانية هو أن المعهد الوطني العمل الاجتماعي الشابات والشباب طلبة دينا اللي كي تكونوا غادي تكون لهم فرصة أنهم يبقاش فقط في المجال النظري ولكن الاحتكاك عن القرب مع المشاكل الاجتماعية اللي كان في المحيط ديالهم وهذه ستكون مناسبة لتجويد التكوين لأننا احنا دائماً في نهاية التخرج كان تداريب يعني كان دستاج اليوم غيرون لديهم الانفتاح على المحيط على المؤسسات طبعاً بإشراف تم من المكلفين هنا في إدارة المعهد وكذلك من شبكة المتطوعين من أطباء ومحامين وأساتدان اللي تطوعوا باش يشتغلوا مع المعهد في هذه الخدمة النبيلة والإنسانية من أفضل التكوين من أفضل التكوين كل